كما أكد رئيس سيسي أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الإفريقية في مجابهة التغير المناخي وأشر رئيس سيسي إلى أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ قب 27 منصة نوفي وحصلت على تمويل يمكن مصر في عام 2030 من أن يصبح لديها 42% من خاليط الطاقة في قب 27 أطلقنا منصة لإسمها نوفي خدنا من الـ EAPRD ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشر جيجا يمكننا أننا في 2030 يبقى عندنا 42% من خاليط الطاقة إذن العمل ليس عمل فقط من جانب أننا نلقي اللوم على أصدقائنا الدول المتقدمة وإحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نختارق بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي إحنا بنقوله دلوقتي